لا عليك الله حالة كورونا معقول تكون ما خشت خشت للدول الصناعية الكبيرة والله أنا بثق تماما في كافة الفريق بتاع الوبائيات المركزي وفي الولايات ليه؟ بالسبب اللي قلناه ده نجحنا في انتهاء من وباء قريبات دي هيا ما الكورونا دي وحتخش الكورونا لكن ما نقدر عليها أمر البشير قدرنا على الكورونا الصغير من هنا بدأت المشكلة وتفاقمت الأزمة واستفحل الداء وعجزت حكومة حمدوك عن إيجاد الدواء وفي غفلة من الجميع ودون سابق إنذار أعلنت عن فرض حظر للتجوال كما قامت بإغلاق المطارات والمعابر دون مراعاة لأحوال المواطنين العالقين خارج البلاد إغلاق شامل وعجز حكومي تام وفي كل مرة يخرج وزير الصحة السابق أكرم التوم ويثير ضجة وسخرية في الأسافير آخرها وقبل الإطاحة به خرج بتصريح شهير أصبح محط التندر حتى خارجيا ما تفتكر نحن متحضرين بالحياة دي معنا في علاج معين المرضى ما عنده علاج بناديك درباته بنادول ما في حاجة تاني بناديك لانيحنا لو خينيكتب نديكت أكسيجين لو ضاقت عليك بعدك بتموت لاختصار يعني ذهب التوم واختفت معه كورونا وانزوت تقارير الوزارة اليومية وبعد تشكيل الحكومة الجديدة وتفاقم الأزمات عاد الحديث عن كورونا مجددا الحكومة الانتقالية أعلنت بشكل رسمي عن إجراءات جديدة تتضمن توسيع نطاق سبل الوقاية وأعلنت عدم تنفيذ مقترح الإغلاق الذي قدم لها من قبل بعض اللجان الوضع الصحي في السودان في حالة انهيار تام وكل مراقب للشأن يدرك تزايد أعداد الوفيات مؤخرة بشكل يدعو للقلق ولكن دون توضيح من الحكومة وفي استمرار لمسلسل التصريحات الغريبة خرجت إدارة الوبائيات لتعلن أن قرابة 40% من سكان الخرطوم أصيبوا بكورونا الأمر الذي بث القلق لدى كثيرين حول كيفية إطلاق مثل هذه التصريحات التي قد تدفع دولاً عدة لاتخاذ إجراءات انتجاه جميع القادمين من السودان عالمياً اتخذت الدول الإجراءات ووفرت الكثير لمواطنيها ولكن الغموض ما زال يلف إجراءات الحكومة الانتقالية وكذلك مصير الأموال التي تلقتها وزارة الصحة العام الماضي لمواجهة كورونا ولم يعرف حتى الآن أوجه صرفها